التقى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عددا من رموز الجالية المصرية في فرنسا بمقار الزفارة المصرية وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها حاليا إلى هناك وخلال اللقاء أعربى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق عن اعتزازه بالدور البناء الذي يقوم به أبناء مصر في الخارج جائزة دعم وطنهم والترويج له وإبراز الصورة الحقيقية لما تشهد مصر من نهضة في المجالات كافة مشيرا إلى المبادرات التي أطلقتها الدولة والرامية إلى رفع مستوى معيشة المواطنين على غرار تكافل وكرامة ومئة مليون صحة وحياة كريمة وغيرها كما استعرض رئيس مجلس الشيوخ ما تشهد مصر من نهضة تنموية شاملة مؤكدا أن ذلك يعد بمثابة نقلة حضرية غير مسبوقة تضع مصر في المكانة التي تستحقها من جانبهم أكد ممثل الجالية المصرية في فرنسا أن هذا اللقاء يعكس اهتمام مجلس الشيوخ بأبناء مصر في الخارج ويؤكد عمله على التواصل معهم بصفة دائمة والاستماع لطلباتهم والعمل على تدليل العقبات التي تواجههم ترجمة نانسي قنقر